في الولايات المتحدة الامريكية اظهر استطلاع حديث للرأي ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يتقدم بفارق اربع نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن في نواية تصويت الانتخابات الرئاسية لسنة الفين واربع وعشرين وكشف الاستطلاع الذي نشرت والستريت جورنال نتائجه امسي السبت ان الملياردير نيويوركي سيحصل على 47% من الاصوات مقابل 43% لمرشح الحزب الديمقراطي فيما يتسع الفارق الى 6 نقاط بحضور 5 مرشحين اخرين ومستقلين حصدوا 17% من الاصوات 8% منها لصالح روبرت كيندي الديمقراطي السابق الذي اصبح مرشحا مستقلا